اشتركوا في القناة القتال الشجاع بريف بالوزن سوبر خفيف بعد فوزه على اللعب التونسي منير لازي في النزال الرئيسي لهذا الوزن في البطولة التي احتضنتها المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة يوم الجمعة الموافقة 19 من ابريل على صالة الامير حمزة بمدينة الملك حسين الرياضية وقد اشهد اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما حققه اللعب الدرالداروف من نتيجة مشرفة في هذه البطولة ليصبح اول لعب من مملكة البحرين يحرز هذا اللقب والتي تضاف لسلسلة الانجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية على مستوى مشاركاتها المختلفة والتي تعزز من حضورها القوي والذي يدعم مكانة البحرين على صعيد الخارطة الرياضية العالمية مؤكدا سموه ان اللعب الداروف نجح في ابراز نفسه بشكل مميز في هذه البطولة من خلال ما حققه من نتائج اهلته لخوض هذا النزال الرئيسي واللعب على لقب البطولة مضيفا سموه ان اللعب قدم مستوى فنيا كبيرا خلال هذا النزال والذي منحه نقاط الفوز التي حسمها قرار لجنة الحكام بالاجماع ليتوج بذلك بطلا لوزن سوبر خفيف في هذه النسخة بتمنيا سموه للعب دوام التوفيق والنجاح لاحراز المزيد من النتائج المتميزة التي تضاف لرصيد الرياضة البحرينية الحمد لله لقد كان حلمي ان اكون بطل العالم من اول يوم لعبت فيه وكنت طفلا بذلك الوقت ولقد تدربت كثيرا لهذا واصبح الان حلمي حقيقة وذلك بفضل دعم سموه الشيخ خالد بن حمد وانا فاخر جدا بالفرصة التي توفرها لي وللفريق وانا فاخر جديع ترجمة نانسي قنقر